اشتركوا في القناة طبعا زي ما حضرك شايف كده انا هفتح معك اللي هو التطبيق بتاع اه وي وهو يوري لحضرتك ان باقة الانترنت عندي خلصانة زي ما حضرك شايف كده زير وجيجا كانت اه تلتمية جيجا لكن خلصناها وطبعا معادة تجديد ده هيبقى يوم حداشر ابريل طيب انا دواتي عايز اشغل الانترنت عندي على الباقة بعد الانتهاء وبسرعة عالية بحيس ان انا استخدمها ويفتح فيديوهات ويفتح فيسبوك واليوتيوب كل حاجة تشتغل عندي بدون ما تجدد الباقة وترجع للصرعة العادية من غير ما تجددها ده اللي احنا نعمله مع بعض في الفيديو طيب انا دواتي عشان اعمل المضوع ده طبعا مش هقدر اشتغل على اللي هو باقة الانترنت هبدأ اشغل اللي هي تطبيقات البيانات اللي موجودة على الهاتف وهدخل على المتجر بتاع جوجل بلاي وهحمل تطبيق هو ده اللي هيساعدني في ان انا اعمل حكاة دي اه التطبيق ده اسمه تي الاس تمام كده هوت وابدأ اللي هو هاخد الخرط تاني ده تمام هيزعر معايا برنامج اسمه برنامج الحاقن تمام هبدأ اعمل له عملية تثبيت هنتظر الحديث مع عملية التثبيت اه تنتهي زي ما حدرك شايف دهوقتي انا مشغل البيانات بتاع الهاتف مش بيانات اه الواي فاي بتاع الروتر اه تابع معايا الفيديو وهو برا لحضراتك ازاي هنشغل الانترنت بدون ما تجدد باقة الانترنت من شركة وي طبعا الطريقة يعتبر طريقة اه جديدة وقوية جدا اه هتوفر بيها ان انت تجدد باقة الانترنت عندك انا انتظر طبعا الانتهاء من تثبيت التطبيق تمام كده هو طبعا عمل عملية فحص بيقولي ان التطبيق امن هضغط على فتح تمام هضغط على اه لكي يسمح تدي له ازونات هتدي له سماح تمام كده هضغط على علامة الصحي اللي فوق تمام هبدأ بقى فعل الطريقة ان انا شغل الانترنت هبدأ دهوقتي اوقف بيانات الهاتف وشغل بيانات الواي فاي طبعا زي ما ريت حضرتك في البداية الباقة عندي منتهية بالكامل هتبدأ بها تضغط ازداد شغل الانترنت تضغط على طريقة التوصيل تمام كده وتضغط على اللي هي الطريقة الافتراضية وتاخد طريقة مخصصة تمام وبعد كده تاخد الخيار التاني استخدام مضيف اس ان اي تمام كده وبعد كده تضع المضيف ان شاء الله هتركه لك في قلب صندوق الوصف ده المضيف تضغط على حفز من فوق تبدأ تضغط على اوتو تمام كده وتختار اللي هو تي ربعمية تلاتة واربعين تمام كده هو تضغط على حفز تمام وبعد كده نضغط بقى فوق على اللي هو عملية البدء عشان اشغل الانترنت تمام بدون تجديد البقى هضغط على استماح هنتظر ممكن في الوقت ده يطلب منك ان انت تشوف اعلان ما فيش اي مشكلة خالص تمام هو بيقولي اه شاهد اعلان تضغط حضرتك على مساهدة بيقولي تم اه بنجاح اداني ده تلات ساعات طبعا هتضغط على اغلاق تمام كده هوت اصبح كده الانترنت عندي شغال بص حضرتك بقى انا عايزك تبص فوق على سرعة الانترنت هبدأ ادخل افتح اللي هو اليوتيوب هيفتح معي اليوتيوب تمام زي ما حضرتك شايف كده فتحت معي لو انا دخلت على القناة الخاصة بينا هلاقي القناة بتفتح تمام كده هفتح فيديو وهو رأي لحضرتك ان الفيديوهات شغالة حتى اضغط على تخطي النهاردة جاي بلي اربع برامج عم قريب زي ما حضرتك شايف كده بيفتح كل حاجة عندي شغالة بالرغم ان الباقة عندي منتهية لو انا دخلت مرة تانية على اللي هو مايوي عشان اثبت لحضرتك ان الباقة عندي خلصانة زي ما حضرتك شايف كده الباقة زيرو انترنت يعني مفيش اصلا ولا جيجا ومع ذلك قدرت ان انا شغل الانترنت وارجع السرعة العادية للانترنت على الموبايل بتاعي بالتطبيق الرأى ده طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شي جديد متنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته